بين عشية وضحاها يمكن أن يخرج ترامب من البيت الأبيض ليدخله بايدن فما الذي سيتغير إن حدث ذلك؟ من المعلوم سياسيا أن تغير المدراء في دول المؤسسات لا يؤثر تأثيرا جوهريا على مجمل توجهات تلك الدول خاصة تلك التي تتعلق بالسياسة الخارجية ففي العالم العربي والإسلامي على سبيل المثال كادت سياسات أمريكا أن تكون واحدة مع اختلافات طفيفة في التفاصيل الهامشية غزى الجمهوريون بقيادة بوش الإبن العراق وأفغانستان وارتكبوا فيهم البشاعات وراء الديمقراطيون ومرورا بقيادة أوباما الثورات المضادة والانقلابات في بلدان ربيع العربي وعلى رأسها مصر يبدو الاختلاف فقط في العمل المباشر أو العمل عن طريق وكيل محلي الذين يرون شيئا من اختلاف في التعامل تبعا لشخصية ساكن البيت الأبيض يعتمدون على الخلفيات الفكرية والسياسية للساكن الجديد وربما على طبيعة وعوده إبان حملته الانتخابية حضوظ بايدن القريبة جدا من الفوز دافعت المراقبين للبحث عن طبيعته وطبيعة توجهاته في قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعلاقات مع السعودية وتواجد القوات الأمريكية في سوريا والعراق في المسألة الأولى يؤكد بايدن على إعادة النظر في الخطوات التي اتخذها ترامب عدا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة كما يؤكد على قناعته بحل الدولتين ورفضه التوسع والضم والاستيطان وفي المسألة الثانية يؤكد بايدن على أنه سيعيد تقييم علاقات واشنطن برياض وسيتوقف عن بيع السلاح للسعودية وسينهي الحرب على اليمن إلا أن مراقبين يرون أن العلاقات التي أقامها ترامب مع السعودية بنت نفسها على المصالح المشتركة وسوف يجد بايدن نفسه كالغالبية العظمى من رؤساء الأمريكيين أمام مصالح ضخمة لن يستطيع تجاهلها وفي المسألة الثالثة يبدو بايدن وترامب متفقين على غير العادة على ضرورة تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة إلى أدنى درجة ممكنة في سوريا والعراق وأفغانستان قائلاً إن عصر الحروب اللانهائية يجب أن ينتهي أما بالنسبة لإيران فيرى مراقبون أنه رغم ما يشاع عن معارضة بايدن للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي إلا أنه ولأسباب كثيرة لا يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وسوف تستفيد إدارة بايدن مما تسببت به عقوبات ترامب لتفرب اتفاقاً جديداً على إيران المرهقة بما يراعي شروط الاستقرار الإقليمي التكاهنات الصعبة بتصرفات بايدن دفعت بعض المراقبين لاستذكار الفرحة النظام السوري سابقاً بوصول ترامب إلى البيت الأبيض في الوقت الذي لم يخرج ترامب منه إلا بعد إقراره لقانون قيصر المدين للنظام السوري ومع كثرة التكاهنات وأضادها يبقى الواقع القائم على المصالح للمبادئ هو المحدد الأول وربما الوحيد لما يمكن أن ينتهجه بايدن في منطقة لا تكمن مشكلة أهلها في غيرهم بقدر ما تكمن في أنفسهم